هلو هاوالي روبي هاوالي هافيهي سهلات تجلي شمائي أبكر من وقتكم اه عادة هذا العادة طبعا تسعى بلا تسعى لربع اه اوكي بيك بشارلفي تاعة ساديية اخد رائك بشارلل شربني 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 أسرع شيء وأهضم شيء أريد سبري هلو والله علبكلة بينا عليك هحسب العلبكلة هيك معين، نعم علي بالوقت هقد هون او كي هند يلي ه distinguين هايفا Assume شفور كم هيفا بتلتقي基ilik characterize لا 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 متلتقي لا تلتقي? نعم نحنا ملتقي بكتير شو واحد بيعمل اللي يصير يشبه هايفا؟ بلك هيك حسن ظبرك ما بعرف ما فيش ما عم يعمل ممكن بياخدوا صورتي بيقولوا دخيلك يا حكيم طب وليلي بيشرفك مين اقرب واكتر حدا بيشبه هايفا؟ يعني اكتر نسخة قدرت تصيبك بيه بيك؟ انت بيك بيشبه كتير؟ انت بتشبه بيك بيشبه بيك طب حياتك؟ يعني هنه كلهم بيشبهوا بيه هلا كلهم بيشبهوا بيك؟ او ماي جود او يور جود طب هايفا بيانتنا احنا بانتنا منفهم عبعد شو لازم البنت تعمل شغلي مره واحدة بالحياة ولو كان غلط؟ شو لازم تعمل مره بالحياة لو كان غلط؟ يعني انه بيقول واحد عم بعيش مره واحدة خان اعمله شو بتعمله شي مره بيحب؟ تفكر حالة انه عم بتحب حدا؟ بتفكر حالة؟ ممم ما بتحبه؟ بتحبه؟ هلا؟ ممم شو خاصيك؟ نعم نعم 2.8 على انستغرام و 4 مليون على تويتر و اكتر من 7 مليون على فيسبوك بدي دقل على الخشب بس قبل من وين شيري؟ اول شي دقي على الخشب هاي حديدة ما بدي جيب خشب هلا من وين؟ من وين؟ من حبة الناس من اهتمامهم بديك حشريتهم كل شي بتقولي ان هول ريل فولاورس شو بأكد لنا؟ شو اللي ما بأكد لنا؟ ما زبطوا عملوا مش سار ع السيرفر قصص وبينت الريل يعني صفت القصص من بعضها ضلوا متل ما هنين والبلو ساين مكنت اول حدا كنت اول حدا صاح؟ سكتتيني فيها شو هي الغنية الهت بحمامي؟ بس اما بدي سكتك بل عسك بديك لسؤال؟ شو هي الغنية الهت بحمامي سعادة؟ بك زام حافي انت وهيك عم تجريك سعراتك انا عندي ساوند سيستم كل اغاني بتقطع كل اغاني اللي فيها هيك هايبر وفيها حيات وبتخليك مبسوطة لانك عم تبارك عم تحضر حالك وتدهري هيفا لو رجع الزمن لورا اي مرحلة بتلغية؟ بتقولي ما بقى بدي اياها لو عنديك القدرة اي مرحلة بلغية؟ اه لك اهم مرحلة بحياة الفنية هي بدايتة اللي بلاقي كيف فيها كل الاغلاط كل اللي تفرق الشات اذا بديك كل الاساس اللي مع الوقت بصيروا احسن بس وجع بقولك ما فيني الغية لانه هول هنه اللي بيعمل الواحد يعني هنه اللي بيأسسه الانسان بتندمي بالعادة ولا لا؟ بندم مثل كل الناس هلأ مؤخرا المانعة شي كتير؟ مؤخرا بالعكس عم حضر حالي لشي كتير كبير اهم قهوة ولا نس كافة بتوعي؟ نعم اهم انه كلنا بدنا نوعى بلا كافيين معا منوعى ليلي اول شي نس كافة تاني شي معايك اول عسير في عسير معين بشرب بالصبح اهم يعني هولي اول قبل المي بعدين المي وبعدين نعم كافة يعني هيك اهم لانه بقامن انه نحنا بخلال النهار ما كتير من اكل ونشرب الاشياء اللي لازم يعني اللي جسم ما بيحتاجها سو ببلش بالشي المفيد بعدين يلا نس كافة نس كافة ولا قهوة؟ نس كافة قهوة روبي ما فيها جبريك قهوة كافة انا انا بحب القهوة كتير روبي؟ اي روبي دكتريني العاشي جرس نس كافة وصفتي العالم هيفا بيحبي هاشتاج كانت كتير قوية منك العرب جرب تسرعتك؟ في بعض العرب جرب وهن بيعرفوا هالشي يعني انا بلايه انه احترام من الشخص لنفسه بيبين من رأيه من كلام بدي يقوله حتى لو هو ضد هالرأي بيبين من طريقته من اسلوبه فهول النوعية من الناس اللي بيستغلوا انه هن منهم مبينين على السوشيال ميديا ومخبيين ورا هالتليفون وبيقولوا هالكلام البازيئ اللي بيقولوه هول اللي قصدتهم بس مش كل العالم ازيتك في ناس زعلت ويزعلوا اللي زعل هو يحس حلو انه هو المعنى بس اللي منه معنى ما زعل اللي معك حق طيب بحق مين هيفا غلطت في كتولى هوا في ثلاثة اربعة كم بحق مين غلطت عمرك ما تعتبري انه انا انا رد فعل مني يعني هو غلط رد فعل على فعل الفعل الغلط بلش الاول فما في كتولى ما رد الفعل طيب هيفا طلّة وجمال ومدى واكلة وادارة وليلي ش اللي عملتية لأ معا ما بسيب بالعينة وانا كمان حلوة اسم الله انت بتجاني بس ما بتعف تقول اسم الله طيب اسم الله ها كمان كمان مرة على الخشبة الخشبة بدي حط طاولة حده انا برأي كلمة هيدا حسب من الضيف تخذي معك الخشبة هيفا يعني كل هالجمال كيف قدرت تتحولي من امرأة جميلة من ساكس ايكن اذا بديك امرأة طلعت عشرات المرات من اجمل جميلات العالم لديفا بينحسب لألف حساب وبتهزي شباك شو عملتين الوصفة؟ ما عملت شي غير انه هيدا كان هدفي انه انا كون شخص بقدم اعمال غريبة عجيبة لينال اعجاب الناس بالصدفة حلوة بالصدفة سكسية بالصدفة قصص كتير بس الكنتين طبعي بمحل تاني كان واخد حالي على محمل الجد وهذا اللي وصلني لللي انا فيه بس كيش بيجي معي اكساسوريز تبع شخصيتي بس شخصيتي الحقيقية هي شو انا من جوه مش بس من بره قصدت تنسينا انه انت امرأة حلوة عندك اشي تاني احلى تفرجيها؟ مش قصدت بس كان عندي كنت اخدي بعين الاعتبار انه هلو انا مش بس هيدا المنظر فيه قصص تانية عم فكر فيها وحب اقدمها وقال لها كنت لعد بس بصورة جميلة وخلص بس انا عندي حب كتير كبير لفن عندي شغف للموسيقى عندي احساس ما بينوصف لو قفتي على المسرح والناس بتحب هيدا الشي اللي فيه يعني انا احساسي انو انا مصدر سعادة لاشخاص هيدا لا بحد ذاته شي كل حدا بيتمنى فانا انا لقيت حالة بنص هيدا الطريق ما كنت بتوقعتينو طبعا هالقد لا انا اوصى لمرحلة انو انت بتعني لنا التغير بحياتنا وانو من وراكي بنحس انو احنا فينا نعمل كتير بليس خليكي بحياتنا كفنانة لا ما كنت حسنو لهالدرجة بس مع الوقت لما لمستو صرت اللعب عليه واشتغله عليه اكيد بس الشكل الخارجي بضل هو مرافق هيدا الموضوع بس منو الهدف ومنو الاساس طب نجومية مين هيفا هيك بتهزة يعني بتغاري من نجومية مين؟ بتغاري؟ هيفا بتغار؟ كتار بيسألوا هيفا بتغار؟ انو ليكي انا من النوع كل الدني بتغار منك انت بتغاري من مين؟ ما هو هادي كلمة بغار الى معاني كتير هال بغار طب ما حدا يخد بحلي هال بغار طب ما كون انا بعين حدا صرت اقل من عين حدا تاني من شخص تاني يعني الغيرة الى عدة احاسيس عن اي غيرة عم تحكي يعني هيدا الاحساس اللي بتقولي واو لو عندي هال هالنجومية كله ايه لما بشوف مسارح هاليوود لما بشوف مسارح الجراميز لما بشوف هول الايفانتس الكبار اللي عم بيسيرو بحيث انو ما ناقصني شي لأكون مونيك بس الفرق انو ما عنا هالبروداكشن ما عنا هالشي اللي بحطنا بهالمكان هيدا بحيث انو اه شو حلو بايت بنفس الوقت انو برجع بطلع للواقع انو this is the maximum we have مين احلى من هيفا؟ كل الناس فيها تكون شوفي كل حدا بحس حاله انو هو اجمل حدا بنظر حاله يعني هو بشوف حاله بس انت مين بتقولي هيدا المراقفش حلوة؟ في كتير ناس من بيكون حلوين وليلي واحدة؟ اه ما جاي علا ما خطر عبيلي هالسؤال بس اه ما بعرف ليندا افانجلستا كنت لقيها انا وصغيري كتير حلوة نوكا موديل سيندي كروفرد كنت واو لقيهم بعقده انجينيات جولي بلاقيها كتير حلوة بلاش حلميك من بيرني الاحمر من معلمتك تضلي كتير يعني ما كنت تدرسها لا هيش ما كنت تدرس كانت كل نهار تتفرج على يعني بيرني الاحمر عند معلمتها مش مظبوط كتير وسكاربينتا لا كنت ادرس بس كنت مسلا تشي تحطيك ايدي على الورق فتتسألني سؤال او شو هيدا انا خلس انسى الورقات ويصل اطلع بهذه الشي الاحمر الطويل هيك هيك واسكاربينة حلوة كتير وكاسرح فيها انه انا لما اكبر بدي اصير هيك بدي حط فرني احمر 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 وبدى يلبس كعب عال اليوم صرت من كبار نجمات العالم العربي اذا بترجع الى ورا النهار واحد منك معروفة شو بتعملي هايفا اوف بعمل كل شي جا عبالي اعمله لو اوف ما الناس بتعرفني بركض بالشارع اكل ايس كريم امشي بدون احد يقول اي ليiary مبدا تتصورadores او بدنا نتصور اذا انا لاني جاهزة للصورة اييييي مش بط لمسمعنا عني كن Lind Lind هشي في حالة ما انه هنا ابدا بس انا لما بقول لأ احيانا على شي صورة بكون عن بعض الماليون يعني بكون ص حال لكل الشارع وبتصور باوص على عند حدا بظل الموساعات انه ام سوري ام تاير بس كون عند جل تعبت بس شو بعمل بمشي حافي Exodus يعني يعيش ايه بيمشي تحت الشتة تحت الشامس تحت هايوفي امطا زبتية باللبس يعني قصدي نقصتية زيادة عندهم حسب بالمود شوفي انا بلبس شغلي لانه حلوه لبقتلي احيانا على العين وعالنظر بتبين اوفر واحيانا ما بكونش يفتح هالقد بس بس مع الوقت ستفهم انه لا انه الا حسابات الا حسابات بس انه انا لبنانية بالاخر واذا القرارات ازا يعني مثلا الفن الخليجي او الجمهور الخليجي غير طقوس وغير تقاليد يمكن هيدا هو الشي اللي معقول كتير شوي يزعجهم بس انا بالاخر انا بنت لبنانية وانا بشوفهم على الانستغرام بفوتوا عن ناس اخرين اجانب بهاليوود بيعطوا رأيهم بالنفنوف وبالمكياج وبالفستان وبس بس بس بيوصلوا للي عنا نحنا بيصير القبر والمقبرة والاخرى فهدا الشي انا اللي بيزعجني بس شكل عام انا عندي هددت يعني كتسكر الانستا كذا مرة لا مرة واحدة قلت انه طو ماتش يعني انه صار فيه يعني انا بلاي احيانا انه دعان هالنظرة اللي انا اخدتها عن الناس العرب انه تنحسر بكلمة بكلمات بذيئة بتنكتب تحت الصورة وبرجع بقول طب انخلص ما هذا الشي ممكن بعبر عن اخلاقهم يمكن هيك بفكروا يمكن هي اخلاقهم وبرجع بشوف بالمقابل اشخاص اخرين غير رأي وغير اخلاق وحتى لو مع او ضد عندهم طريقة منطقية باللفز بالتعبير عن الرأي فبلاقي وبشوفهم يعني على غير محلات شو عم بيقولوا بلاقي انه انه ظاهر انه صارت شي معمم يعني انا شكتوا صار في مصريتك اكتر شي يعني وين الكب وين بيصير اكتر شي على الحياة على المطالية مطالب هوسك وين هوسك بكل شي لكي انا يعني هوسك منو محصول بمحل معين في كون بالاخرين انو بركي حدا بده شي وفي كون في بركي انا بده شي مني انا نية وبنفس الوقت ما عندي يعني ما بعرف احسبها بالورق او القلم بتعيدي تجربة الزواج هايفا يعني عملتيا بتعديها ايه باذا شخص يعني خطف قلبي وعقلي وسقت فيه وحسيت انه هذا شخص ممكن تكمل حياتي معه بدون اذا ايه بايدا ليش لا شو عاملة شو شو عاملة شو بتعمل تحلوي يوم بعد ما بعرف فيه ما بعرف يعني انا احيان كتير بشوف حالي عادية بصورة ناس تشوفها كتير حلوة يبقى هايدي نظرة الناس فيه مني مجبورة اعمل شي لكون حلوة ديس از مي يعني هاي انا هاي انا فيه تغير اللبس الميك اوب بس مش انا هيفاز عليني مين اول تليفون او واتساب كول بتعملي بتعملي واتساب كول شو مرة مي بيدا قليك واتساب كول وبيقطيش لانو تليفوني شي والواتساب شي سو فيه ناس ما بلقوني على نفس التليفون بدقوا على الواتساب بس ولا مرة قليل ما تصبط هالواتساب كوله تاك زعلاني اهلو 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 اخي شو بتسكر زعلاني ومفقوسي مين اول حدا بتتصل فيه ما بحب حدا يسمعني زعلاني ومفقوسي بس الشخص اللي فقسني والشخص اللي مزعلني بعتقد هو اللي ما يحكيه هو اللي بيحكيه هو اللي برد عليه اذا هو السبب محا ما يكون بدك اسامة معينة وورقة لا بتمثلي بالحياة متل ما بتمثلي كتير من يحب الدراما أبداً أبداً دي جاء شغلي نصه تمثيل ونصه والعالم برا مش كلها صادقة وكل الإعجابات اللي موجودة برا مبنية على الأحسيس إنه أنا اليوم أنا مبسوطة لأنه الناس عجبا ما بعرف شو اليوم أنا مضايقة لأنه حس حالي معا بقدم كذا فهدا كله بيوقع لما فوت عبيتي وبدت لخص الشغل بحياتي الخاصة ما فيني عيش بهذه المشاعر كل النهار فرجيني آخر رقم طلبتين من تليفوني فوتي لجو واحد بتاحي تليفوني طيب ياراً واحد بتتيل راجع راجع تعالي عملي فرجيني وين تليفوني مني يطلع بربر 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 إلي بربر طلبين إلي بربر إلي بربر بستوديو هادي شرارة طبعاً عم نحضر صراكة تمية لم أحضر القلبه و لم أحضرك شيء أما بزد أنك فتت إستعي تليفون طيب أبل بربر أنا ممكن أعطيبه مين أبل بربر فرجيني؟ أبل بربر فيني أنا أشوف معليك لا ما تعتليهم بس في ثلاثة كاميراية يعني أعاطي لا ما تفرج لا ما فيني فرجيني حرامي فلا ما فيني فرج بعد الزل حبيبتي أنا طلعت معظم I don't care فرجيكم يعني أنت جونسا ما يتيجل للبروغرام عالبكلة يجب أن تسمينا إيفا إيفا فايني لجوجل جمعتك أنت وأليسا و طلعتوا تقريبا الأكتر بحثا كل حدا منكم بيبي بلدان عربية شو بيجمعكم شي تاني أو ما صعبة؟ لا بالعكس بيجمعنا جنسيتنا لبنانية تمزحي لا طبعا إحنا تنهي فنانات لبنانيات أكيد هذا الشي بيجمعنا بيجمعنا النجاح بيجمعنا الحب الناس اللي قالنا أعجابهم فينا كل واحد قالوا جمهوره في مجال أنه ترجع وتتصالحوا يا عمي مين قال أنه أنا و إليسا مخنائين كانت صالح هذا بيصير بكل الناس وعندما أعلم أنه لا تريد أن يتصالحوا أنه وقت يأتي في الفرصة وقت يأتي في الفرصة وقت يأتي في الفرصة لو لا تريد أن نعرف ما لا. إذا شفتها بمحل أكيد هلأ انتي انتي انو فيه relation on off شو وضعيك؟ عن شو عم تحكي؟ بتعرف كنت مع هانو قبل شوي هانو هي اختها لهيفا هانو وطاطا كنت عم بقرت شات انا وياها حدا عم بيطلب منها عم بيترجى انو ياخد رقميك لانو بديتجوزك شوفتها بعيني يعني انو بديتعرف علي اوهيك انو اذا اخد رقمي بيتجوزني اي انو بدي اخد رقميك وبساعتها بتجوزني كم عارب زوج بيجيك كل يوم؟ او كل فترة لفترة طيب لمين رح تقولي ايه؟ العالم او الرجال بتفكر هيفا انو هيفا صعب تقول ايه؟ ايه اكيد صعب والايمين اللي بيستهل يكون بحياته واحدة هالقد هنية هنية؟ هم حلم غير شو بدنا بالحلة يعني كل العالم حلوين بس انو اليوم ما رح يفيق الواحد من النوم يقول بانجو ليقول اه مانجو بعيب انا فيه هيك اصاس تاني بالحياة بتيقبرني هالمنظر عالصباح طب انا شو بد اخلى من هيك انو بلشتيلي عالبك لي انت؟ مبروك استاهلة وبتوقع لك نجح مش عادة انت وكل الكرو نضال مخرج كل الكرو اللي معاك لانو من خلال برنامجيك اللي كان على ساية النهار فلفل هلأ مفلفلتي اكتر بكتير مفلفلتا؟ بس مصروعة شوية مدرش بكتير مصروعة هيفا بتقول لحالة انا حلوة مم بس شو؟ لا انا ما اقول لحالة انا حلوة من اللي هتفيها يعني لا بينك وبين حالك ما فادي طولة انا طولة او كذا شو؟ طولة عندك طولة انا عندي اياه اه برضو من متر وعشرين لا ولا متر وخمسين متر وخمسين متر وخمسين انا متر واثنين وسبعين شو بدي بطولك؟ انت شو عبالك شي زياد يكون عند اياه هيفا؟ لا بالشكل ما افكر بقى خلاص يعني الناس حبوني هيك وحفزوني هيك وبتمثلوا فيه ناس كتير المترجمات كتير